طالي طالي يو طالي ياريبو يجنب علي وصفكو لا رسوكو ايو السلام عليكم عشالجراد نهار الراجع أو الثاني ما عرفنا شو ما سنقوله نهار السعادة أو لعو الثاني شو ساعة ونصر ولكن سنتفاعل و سنقوله إن شاء الله زينا و إن شاء الله الله سيوقف معنا المهم فيديو جديد اللي سيكون على توقع تشكيله اللي سيكون ضد آمازولو قبل ما ندخلو التفاصيل اللي سيكون لا تنسى لديك لايك تعبونا في القناوات بجوج الأولى و احتى الثانية شو كمون تاريكون زواء و في حالة ما يدرسيت شي كامل فورا مقليغة نقول لي و اضير لديك الصمتة و سيكون اللي بينا نبدأ الجولة الخامسة في دور المجموعات من العصبة الأفريقية الماتش اللي سيكون ضد آمازولو و في جنوب إفريقيا الماتش اللي سيكون مشانشط بكل معاني شوف بلا ما نقول لك السبب حتى أصلا أنت عارف السبب و فاهم البلان كامل بلا ما نقوم بلو ذلك الحماس و ذلك اللعبات توصي أمام فرصة بشأنه يسالي الأمور غدى إن شاء الله جيب تروا بقوان و ديك السلعة في كازا مرتاح أما في حالة الخسارة سوف نقول لك القادية ستزيد ستحماد و كل شيء سيبب و فاقس طايف كازا و نحن نعرف الماتش كيف يكونوا فراء العافية تشعل و يكونوا كان يعي كل فرقة تبغدوا الماتش إن شاء الله اللي سيكون مهار الجمعة و سيكون على الساعة الخامسة قلنا كنا نتكرو الماتش دي القياب الاخر بنتيجة واحد لصفر النسور من بعد واحد الماتش هو اللي كان صعيب و تزقلنا منه من الموت و خلت الماتش لعب نقدم غير الله يحفظه صافي ولكن الحاجة الوحيدة اللي مهربه ليه فضل الماتش وهو الحاكم البوتسواني جوشوا بوندو الحاكم اللي عدنا مائس طوار قديمة واللي كان شابكة من بعد مظلمنا أمام أعيون الجامعير وأمام أعيون المسيرين دراجة ولكن المشكلة هو أن المسيرين الحاليين دراجة ما داروا حتى شي اعتراض على هذا الاخير خصوصا أن الفار ما كانش فراء أي حاجة غاد يقوله غاد الدار لا غاد يقوله غير الله يحفظ من شي كاريتة أصحنا مولفين على الكواريس فعلا الدار شي حاجة بخصوص مع هذا المكتب اللي كان فراء ما عدنا ما نديرو ولفنا مع هذا خوطنا هادو يعني لا اعتقل من الجوة الثانية كان فاجو جدا خائق يعني انت منه من المباراة يعني ان هناك اكتجاجات العبيد الفريق الراجع على الحكم البوتسواني يتمكن من التعهول الى دور المجموعات بعد الفوز يلو بكعتن صفر ما كنا نتمنى ولا نتابعوا هذا احداث حاليا غاد ندوع الغيابة دراجة في المرشد الغداء ان شاء الله درناه الفيديو اللي فات قدروا يكونوا شي واحد المتفرجوش فيه لذا غاد نعود ندكروا بي وفضلها فيديو هذا كان كل من ذكر الوردي اضافة المذكور وغاد نزيده لهم قادمة كابانجو اضافة الكوياطي وآخرهم عمر العرجو هذو هما الغيابة لكينين وهما اللاعبين اللي سنحاولون بعدهم في توقع تشكيلة ديالنا اللي سنجده دابانيات لهذا قبل ما سنقصد التيران بدون تراسي في اللعابة وهو بعض الكومنتر و تراسية تشكيلة الميتالية اللي كتبان لك مزيانة باش مش ينجيبوا بها تروب و ان شاء الله احسن حاجة ستدار حاليا وهي ان السكواد ليس خرجت لنا بكرياض المرة كيف ما كتشفوه قدامكم سنتعمدوا على الاسماء اللي فيها و غادي انتراسي وتشكيلة غادي مدوم حراسة المرمى اللي كبالي و اللي هو امروان فخر اذنتي باقي عليه الحال اصابة في ليد فرا ما معاهاش اللعب قلب دفاع يا قلب دفاع بايد نقول احسنت هنا اياه ولكن را ما كينش الباديل و اللي هي حركاز في الجانب دياله لهذا هذو هذي خاصه يترجل معنا شوية حين تاشرى مستويات لك يقدم فضل ماتشة الاخرين را لا حول ولا قوتي الا بالله غادي نمشي الاضهرة و مع ما كينش الباديل فرا نهيري ولا غادي نمشي الاضهر ايمن و اخدك السيد مشي الالتاوة و الظاهرة الاخر فرا كنتمنى و كنتمنى ان المدرب ما يعود يدخلينا جبيرة دخلينا اخويا غي سكحان الله يتنصبروا علي احسن لنا من ذلك جبيرة يا باد الله من بعد من سنين الديفونس يالله نطلعوا للمليو غياب الورضي و غياب العارج ورحته هو احسن ثلاثة كيبانو اللي غادي لعبوا تماكينه و اوليه المكازي في الجانب دياله الزريدة و قدامهم انقوما بقالي نخط الوجوم كيباني احسن خيارو اللي هو حميدة حداد في رأس حربة اما بالنسبة للجناحين كل من المايسترو محسن متولي في الجانب دياله باني باديبانغا هادية تشكيل الكسباني يمزين باش ان يبدو بالماتش وحالة ما الى جبن الرباح او كنا رابحين تلتقى سابعين فالاق اقحام كل من الهبتي حاجة اللي ضرورية الهبتي كيش تكورب ازاي فالاق هادية اصدقان يقومنا باش انا الماتش غادي نزيدو نسيطرولهم زيان اضافة البنج ديالته هو اللي ضروري بلاس حميدة حداد حميدة حداد صراحة سبعين دقيقة للفوق كيييلي غير كيدوور فراسو كييينقص هادية تشكيلة كيف قم قلت ليكم اعطينا اعطينا الاراق ديالكم وشناوما للبوست اللي ما عجبوكم وكيف يبانو لكم فيوم الخالل وخاصة ما تبدله هنا هي غني يكون وصلنا للعفة ايوه ده مقالك غير توقف ليدك الفيديو وتقول ليه النتيجة اللي جاهزك